وخلال استضافته في نشرة سابقة أكد الأستاذ حسام جابر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على التوقيت المهم لزيارة سمو أمير دولة الكويت لمملكة البحرين والتي جاءت تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني أهمية هذه الزيارة أنها تزامنت مع أمرين همين الأمر الأول أنها تزامت مع احتفالات البحرين بميثاق العمل الوطني وبالتالي هذا التأكيد على مدى العلاقات القوية والتلاحم الذي يربط سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعبين الشقيقين بين البحرين والكويت وهذه زيارة دلالة كبيرة أنها تزامنت مع هذه الاحتفال الأمر الثاني أنها تزامنت مع تولي صاحب السمو الأمير مشعل مقاليد الحكم في الكويت وبالتالي فهي استهل زياراتها الخارجية بزيارة مملكة عربية السعودية وعمان والبحرين وهذا لها دلالة أيضا هامة جدا في تأكيد أن منطلقات العمل في المرحلة القادمة هي زيادة التلاحم الخليجي وتزيارة توطن العلاقات الخليجية الخليجية في منطلقات عمل صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه